بسم الله الرحمن الرحيم عن تسعير الخاتم زي ما انتو شايفين معايا كده. الخاتم لما بنيجي نعمله من السلك. لما بنيجي نحسب تكلفته ونحسب خماته متكلفة معانا كام? زي ما انتو شايفين الخاتم بيبقى خامة بتبقى خماته بسيطة جدا بالنسبة للانسيال وبالنسبة للعقد. لكن بيبقى تقديره في شغله. او طريقة شغله عامل ازاي وتكنيك شغله عامل ازاي? عندنا دلوقتي كان مثال هنا. طبعا اه المفروض ان انا اول حاجة انا مستخدمة طبعا اه كخامة هنا معايا. الفضي الامونيوم والدهبي اه نحاس. تمام كده معايا نحاس احمر ونحاس اه دهبي. الامونيوم واحجار. اه لازم يبقى احجارنا لما بنشتغل حاجة زي كده تبقى الاحجار اه بتاعتنا. احجار قيمة زي اه هنا لولي مزارع ومعايا كمان اه احجار الجاد احجار اه هنا المفروض الفيروس باللون الاحمر هنا عقيق مط ومعايا كمان يعني مجموعة احجار بتبقى اه قيمة لان يعني انا لما باجي اه اشتغل الخاتم بياخد مني اه خامة بسيطة وكمان احجار كمان بسيطة. يعني عدد الاحجار اه دايما ما بيتجوز في الخاتم اه عدد اه اكتر من اه خمس احجار ست احجار زي اه على حسب اه حجمه. اه كمان اه زي ما بقدر الشغل بتاعي بشوف السوق عامل ازاي. يعني انا النهاردة لما بنزل اشوف الخواتم اللي في السوق وحب اشتري خاتم. الخاتم فرنجو كام. دي ما بعدش عنها لان هي المفروض اه جزء مهم جدا ان انا ادرس السوق بتاعي. مهما كان الخامة اللي انا اه بستخدم اه منها شغلي. اه بشوف السوق كمان اه بيعرض لما بيجي يعرض الخاتم من المعدن العادي او من المطلي دهب او من الدهب عموما. بيبقى اه المعروض في السوق اسعاره عاملة ازاي? وباجي بعد كده ببتدي اشوف انا الرنج بتاعي المفروض يبقى عامل ازاي مش عشان انا بعمل شغل بايدي يبقى اه اعمل اه اضرب سعر وخلاص. لأ المفروض ان انا اه اه الخاتم كخاتم بياخد مني خامة بسيطة. لكن هو تعبه هو اللي انا بقدره. لان هو بياخد مجهود اكتر من اي قطعة تانية. اه مجهوده كبير لان هو اه عشان اعمل خاتم متين وشكله حلو. اه وعلى فكرة اه مهما يكون المعروض في السوق استحال يكون بجمال الشغل اليدوي. فانا المفروض النهاردة لما اجي اعمل قطعة زي كده وابتدي اعرضها في السوق بعمل الحسابات دي كلها وابتدي اشوف. النهاردة اي خاتم النهاردة بيبقى مثلا اه كام? اه يعني انا في تقديري انا بتكلم عن مونة اه في تقديرها للخواتم او انا النهاردة لما اجي اه اعرض خاتم اه او اسعاره بعرضه بكام? لازم ابقى اه درسة الكلام ده كله او الكلام ده كله اه في خلفية شغلي وابتدي اقدر الخاتم بتاعي. زي ما انتو شايفين الامثلة اللي قدامنا منها البسيط ومنها اللي بدون احجار ومنها اللي معاه احجار ومنها اللي شغله وتكنيكه عالي. زي ما انتو شايفين كده. الشغل واخد مجهود واخد مسامير. هنا واخد لف بالسلك بشكل النسيج واخد عمل اه فني. فتقديري للشغل بيبقى على الاساسيات دي كلها. بصوا عشان ما ما تطلعبطوش هو الرنج بيبقى عموما اه التقدير بتاعه النهاردة من عشرين لخمسين. اه انا النهاردة لما اجي اعمل اه خاتم نحاس بالشكل ده. عشان الخمات اللي احنا بنبقى اه اه يعني مركبين في الخاتم بيها او استخدمناها في الخاتم. تعتبر لما اجي احسبها يبقى سعرها بسيط. انا بحسب اه على اه تعب شغلي. لما اجي النهاردة. اعمل خاتم زي ده. ده المحبس اه بمطعم بالسلك الالمونيوم الملون. وهو اصلا معمول من السلك النحاس. كمان لما اجي اشوف النهاردة خاتم زي ده. انا عملا من سلك النحاس لكن فاضي خالص بدون احجار. النهاردة لما اجي اه اضاره بعشرين اه جنيه. طبعا اه قيم بالنسبة للي بيلبسه لان هو اه التصميم بتاعه حلو. الخامة بتاعته حلوة. اقدر احطه اه استخدمه في الميا اه بشكل اه طبيعي. ما بقاش خايفة ان هو يصدي. فالكلام ده كله ليه تمن. فالنهاردة لما اجي ادفع عشرين جنيه في خاتم زي كده. مش هيبقى كتير بالنسبة للعميل. هيبقى سعره في المعقول ومندياله كمان قيمة. اه للخاتم مندياله خاتم قيم. لكن لما اجي النهاردة. اه يكون في حد بيحب الشغل الشغل اللي بيلبسه او الاكسسورات اللي بيلبسها قطعة فنية مش عايز يلبس خاتم وخلاص او اه اه اكسسورات وخلاص. هيجي النهاردة اه التدريج بتاعنا ان هو بعد ما لبست خاتم بدون احجار عندي خاتم باحجار. هنا لو قدرنا عشرين هيبقى مثلا انا حطى هنا حجر واحد. لو ما نيجي نقدر الحجر الواحد ليه ما يبقاش مثلا ده سعره خمسة وعشرين او تلاتين على حسب اه الحجر وقامته وحجمه. فاهميني? لما اجي اه اعمل النهاردة شغل عالي زي كده. اه ممكن يوصل معي لخمسين جنيه لان انا المبلغ اللي انا دفعه هيبقى مبلغ قليل جدا يعني انا ممكن ابقى دفع عشرين جنيه في الخاتم ده او اه من عشر العشرين في في الخاتم اللي زي كده على ان اه بالنسبة للخامة اللي انا حطاها كان حاس او اه قحجر. تمام كده? يبقى انا اه بعت شغلي بشكل حلو. اهم حاجة ان انا ما بقاش ببيع شغلي وخلاص لازم بتاعي يبقى قبل ما اطلب او افكر اه اقدر الكطعة بتاعتي لازم اكون عاملة شغل فعلا يتقدر بفلوس. ما بقاش حتى الخاتم البسيط ما بقاش لفاو خلاص يبقى معمول خاتم فعلا لما يجيت لبس اه يلفت النظر. تمام كده? اه يا رب اكون قدرت افتكوا بالامثلة البسيطة دي وقيسوا على ده اه باقي الشغل بتاعكم اه للناس اللي طلبت مني ان انا اديهم امثلة لتسعير الخاتم واي شغل من اللي احنا بنشتغلوا يا رب تكونوا استفدتوا. اه اتمنى لكم كل التوفيق ما تنسونيش من دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افتكم. ولو عجبكم الفيديو ده. لانت لايك وشير للفيديو. واشتراك للقناة. واتنسوا اشتراك على رمز الجرس. عشان يوصلكوا وليك دي.